كان يصطف مع الشبان هنا ولم يكن يعلم بأنه آخر وقوف وآخر لحظات في حياته قبل أن يسمع صوت الرصاصة الغادرة من مسافة لا تتجاوز ثلاثين مترا ثوان معدودة وكان نداء استغاثة الشهيد بآخر كلماته قناص احتلالي تربص به وكان قد زرع حقده في رصاصة أولى اخترقت جسد الشهيد محمد أبو ظاهر متبعا إياها برصاصة ثانية حقنت بالموت واخترقت ظهره هذا مشهده الأخير وهو ذات المشهد الذي جمعه مع رفيقه نديم الذي ارتقى شهيدا بعد خمس دقائق بخمس رصاصات اخترقت ظهره وخرجت من بطنه نديم نوارة سبعة عشر عاما من قرية المزرعة الغربية ومحمد أبو ظاهر خمسة عشر عاما من قرية أبو شخيدم اختلفت الأسماء ولم يختلف عهد شابين حين انتفضوا في ذكرى النكبة لتمتزج دماؤهم بدماء شهداء المجازر المرتكبة عام 48 هما الآن متجاوران بالجسد والروح يرثون بعضهم متعاهدين على قسم الوطن وجاعلين من أرواحهم تضحية لتبقى فلسطين كما أحبوا وفي موقع الاستشهاد وارتكاب الجريمة حيث سجن عفر الاحتلالي لم يسمع سوى صوت الرصاص الحي الذي أصر جنود الاحتلال بأن يخترق أو يستقر في الأجزاء العلوية من الجسد ما يؤكد النية المسبقة بالقتل ولغة الدم التي لم تغادر قاموس جيش احتل وطنا بالمجازر والجرائم سبع إصابات بالرصاص الحي واحدة منها في حال الخطر بعد أن استقرت رصاصة حية جسد أحد المصابين نوارة وأبو ظاهر شهيدان ارتقيا لكن أرادا أن يكون ثرى فلسطين مجبولا بدمائهم ففلسطين الآن في انتظار أبطالها هؤلاء الجنود لم يختلفوا عن فرق الموت عام 48 فرق البالماخ والهاجناء التي ارتكبت المجازر فبعد 66 عاما على مرور النكبة ما زال الدم الفلسطيني يستبح من محيط سجن عفر الاحتلالي علي درعلي تلفزيون فلسطين